لو أني أعرف في عطري سحراً سيحرر أو تارك لجعلت العالم أزهاراً من حب ترويقي ثارك لو يمصح وجهي منديلاً قد يحمل حتى آثارك لحزت عطوري إن لمست ما صافح يوماً إذ فارك يسعد أوقاتكم حبيبنا رب تكونوا بخير في فيديو تاني وتقييم أو ريفيو عن عطر أمواج أونر تم إصداره بالألفين وحداش عطر خشبي للرجال ومقدمته الفلفل الوردي والفلفل وبقلب العطر زهور إبرة الراعي أراتينج وجوزة الطيب قاعدة العطر نجيل الهند المسك البتشولي أخشاب الأرز من فيرجينيا البخور والتونكا هذا أحد الإصدارات من أمواج يلي ما بيشبه أخواته أبداً عطر فرشي بكل أشكاله سبايسي ولكن أداءه ما بيشبه لنكون طبعاً يعني صريحين ونحكي بالأمانة ما بيشبه أخواته بضخامة وفخامة الأداء مثل أمواج انترلود أمواج ريفليكشن أمواج جورني فهذا واحد مو مثلهم ولكن عطر بصلح لأوقات الصيف فيك تستعمله بأمان والنوت الفلفلية وما في أجمل من الفلفل الوردي وقت يتولف بطريقة جميلة مع التونكا والبتشولي وجوزة الطيب بيعطيه السبايسي والرائحة الأرضية والرائحة الابهاراتية من عطور أمواج الحلوة أنا بالنسبة لي ما هويها قلبي بنفس المستوى اللي هويت فيه باقي إصدارات أمواج ولكن هذا تحفة أخرى من تحف أمواج تقل شأناً عن أخواته لأنه نحن كعرب تعودنا على العطور التقيلة يعني ما بتزعجنا العطور التقيلة إذا عودتنا الشركة على العطور التقيلة يعني أنا أمواج ما بشوفها إلا من العطور اللي قاعدتها أو مكوناتها يعني وزنها الكيماوي كتير تقيل حتى عم تعطي هذا الأداء الجبار برائحتها وبسباتها وبتغييرها وبفوحانها العطر مقارنة بأسعار أخواته بشبه بعضه ولكن الأونر النسائي عجبني بصراحة أكتر الأنينة ما موجودة عندي ولكن جربتها بالسوق الحرة من العطور اللي ما بنساها أمواج أونر النسائي بتيجي الأنينة أقصر شوي بنفس اللون ولكن أصيرة أكتر هاي إزازة 100 ملي إذا بدك تشتري وعم تجمع خزانة عطرية أو من عشاق وعطور النيش يعني شراء آمن إذا ما طار عقلك فيها وانبسطت كتير فيها ما بتكرهها لهذه الريحة ففيك تجمعها بالخزانة العطرية طبعك الأداء بعطيه 7 من 10 أو 6 من 10 للجمال الرائحة 7 من 10 وكرائحة متفردة بترجعنا شوي لعطور التسعينات ما شبهتها لعطور تانية بصراحة يعني ما كتير لأنه ما كتير يعني تفعلت معه روحيا ما قدرت شبهها لعطور تانية ولكن من العطور الجميلة للي بحب الشراء يعني وهو مغمد عطر سلس انه يلبس وخصوصا بأوقات الصيف عطر حلو لا بأس فيه بس حبيت أنا يعني أعملكن هذا الروفيو لحتى يعني الأزواء مثل ما قلت لكم بتختلف ممكن بعض الأخوة يحبوا ولكن جربوه قبل ما تشتروا وهيك ثباتوا من متوسط بدرجة عليا إلى الجيد إذا بدك تقارنوا بأخواته أخواته أبدا ما مشبهوا هيك كان معنا الفيديو لليوم بتمنى يكون عجبكم وعطيتكم هيك لمحة بسيطة عن هذا العطر بالأشياء اللي دائما بتخدعك أنه بنوتاته ما مكتوب يعني وخصوصا هذا خداع الهرم العطري بنوتاته ما محطوط أبدا أنه في صندل وود ولكن أنا كتير بشم في صندل وود وخصوصا بس يعمل دروب داون وليعطينا بعدين النوت القاعدية بشم في الصندل من العطور الجميلة والآمنة يعني هيك بتمنى لكم أيامكم كلها جميلة وآمنة وسعيدة فيكن كمان من الناس اللي بتحبي أني تستعملوا فيها تستعملوا بكل فصول السنة يعني ما عندها مشكلة ولكن بالمناطق الحارة فيك تستعملوها دا بالصيف بأمان حابت لقلكم كبيرة ما تنسوا إذا حبيتوا الفيديو تشاركوه عم بتعب عليهم الفيديوهات عم تاخد وقت مني لحتى هيك نضلنا دايما على اجتماع بالمحبة وشي الزوء والأكابري كونوا بخير بمانا